السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما ببدو ما تنسوش صليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع مهم جدا وتكلموا على الجانب القانوني اللي لم يكن حيادي في المباراة مثل مصرا في مباراة الجزائر والكاميرون ولكن بكاري قصامة تجاهل اللاعبين المنتخب الجزائري وهمة السر لتحل هذا اللغز كله وان شاء الله تجيب خير للمنتخب وما تنسوش كلكم تعطونا عراكم اقتراحاتكم انتقاداتكم مرحبا بكم دار داركم قبل ما ابدأوا على بالي باللي راني كنت غايب وغبت عليكم تقريبا تمني ايام ولا سبع ايام والسبب لي خلاني نغيب اني كنت مريض والحمد لله فاتساعة راني مليح وراني آلاز وان شاء الله العودة بقوة كما كنا قبل كل يوم فيديو كل يوم معلومات كل يوم جديد ان شاء الله تحياليكم كبيرة كل حب والاحترام وتشكرا بزافة للناس اللي سقساوا عليها واللي باتوا لي الميساج الناس باش يتبعوني ويعرفوني حتى كنغي في اليوتيوب تلقوني في الانستغرام تاعي خالي فعلال تلقاوا في اول التعليق مرحبا بكم الموضوع تهذا الفيديو باش نتكلموا عن مباراة الجزائر والكاميرون هل هاد المباراة باش يعودوها ولا ما راحش يعودوها هل يوجد امكانية اعادة المباراة او لا قرأوا معايا مليح وركزوا معايا مليح ورح نتكلموا في بزاف ديطاي والادلة اللي راح تخلي ممكن مباراة الجزائر والكاميرون راح تتعاون هذا المقال لتشاد في معانا من جريدة العربي الجديد القطرية اكد المختص في قانون الرياضة التونسي طارق العليامي انه افتراضية اعادة المباراة بين المنتغب الجزائري ونظيرها الكاميروني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تبقى قائمة نظريا في حال توفر الاسباب التي من شأنها تدفع الى قبول اعتراض الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعشار التونسي العليامي في حديث خاص الى العربي الجديد الى ان سحب مجموعة نهائية لكأس العالم قطر 2022 لا يمنع اعادة المباراة في حال ثبوت الاخطاء خاصة ان الجزائر والكاميرون في نفس المستوى التصنيف الشهري للمنتخبات وبالتالي لن يكون هناك اي صعوبات في تحديد تركيبة المجموعات يما قرأت معنا هذا المقال واسمهته وشفته جيدا هذا المقال من جريدة العربي الجديد الصحافة القطرية برافو اليوم لانهم طرقوا الى موضوع مهم جدا وتكلموا على الجانب القانوني اللي هو يهمنا بزاف في حالة الظلم اللي تعرضه المنتخب الجزائري امام الكاميرون من طرف الحكم باكاري قاساما المباراة الجزائر والكاميرون باش تتعاود لازمك اثنين شروط الشرط الاول اذا اثبت على الحكم انه تلقى رشوة وحكمه انه تلقى رشوة في هاد الحالة المنتخب الجزائري راح يتأهل بشكل مباشر ما راح تتعاود المباراة لانه الامر انتهى وصار امر غير قانوني وغير اخلاق والامر الثاني اذا ثبت على الحكم لم يكن حيادي في المباراة مثل مصر في مباراة الجزائر والكاميرون ويكون الحكم هو السبب في تغيير مجرات المباراة وشفنا باكاري قاساما سبب في كوارث كبيرة في مباراة الجزائر والكاميرون وحرم المنتخب الجزائري من عدة ركلة جزا ومن هدف صحيح واحتسب هدف للكاميرون وهو هدف غير شرعي تماما كما تشاهدوا هذه الصورة نحبكم تركزوا فيها جيدا وركزوا على باكاري قاساما اين واقف والكورة اين كانت والهدف كيف تسجل الهدف اللي سجلته الكاميرون الهدف الاول بطريقة غير شرعية لانه المهاجم الكاميروني ارتكب خطأ على عيسى مندي وقام بدفعه على مبولحي باشتسقط مبولحي وترك الكورة من يده الكاميرون سجلت الهدف في هذا اللحظة كان من المفروض انه يكون خطأ والهدف يلغى ولكن باكاري قاساما تجاهل اللاعبين المنتخب الجزائري ورفض العودة الى الفار واحتسب الهدف بطريقة صحيحة والهدف كان غير شرعي تماما شاهدوا معي هاد الصورة وركزوا جيدا للمكان اللي واقف فيه باكاري قاساما يعني المكان اللي واقف فيه يسمح له باش يشوف انه الهدف صحيح او غير صحيح ويقدر يشوف المهاجم الكاميروني قام بدفع عيسى مندي على مبولحي باشتسل له الهدف يعني يوجد مخالفة قبل تجيل الهدف والهدف الكاميروني غير الشرعي تماما ولكن باكاري قاساما احتسب الهدف صحيح في نفس الوقت رفض باش يرجع للفار كما ركو تشاهدوا معنا في هاد الصورة يشير للحكم الرابع ويقول له هكا انه الهدف صحيح وما نرجعش للفار يعني باكاري قاساما قرر من تلقاء نفسه وتواطئ كبير باكاري قاساما مع الكاميرون من اجل هزيمة المنتخبة الجزائري ولكن مفتاح اللغز كامل في هذا الامر وبالاخص في هذا الهدف الغير شرعي اللي هو حكم الفار او تسجيلات الفار لانه ما بين الحكم الاول باكاري قاساما والحكم الرابع وكل الحكام حكم الفار يوجد تسجيلات انه يتكلموا بينتهم اذا حكم الفار تكلم مع باكاري قاساما وقال له انه الهدف غير صحيح وغير شرعي وباكاري قاساما حسب الهدف صحيح يعني هنا في هذا اللحظة المباراة يا تتعاود يا الجزائر تتأهل بشكل مباشر لانه باكاري قاساما تواطئ مع الكاميرون من اجل تأهيلهم لكاس العالم يعني هنا ظلم كبير للمنتخب الجزائري وكما شفنا ايضا في هدف اسلام سليماني انه في الفار والتحت في الشاشة كاتبين انه هدف صحيح باكاري قاساما قال لك هكا انها لمست يد والهدف غير صحيح خلينا من هذك الهدف ولكن ركزوا مع هذا الخطأ وهذا الامر اللي هو اللي رح يحل كل شي واللي هو تسجيلات الحكام وتسجيلات الفار هي نقطة السر وهي كلمة السر لتحل هذا اللغز كله وان شاء الله تجيب خير للمنتخب الجزائري هذه كلها احتمالات واقتراحات واجتهادات مني وشفت وفكرت وشوية في امور وفي القوانين كلها هاد الامور تسمح لك انه مباراة الجزائر والكاميرون تقدر تتعاود اذا كان الحكم واثبت عليه انه لم يكن حيادي وغير مجريات المباراة وهذا الامر اللي شفناه في مباراة الجزائر والكاميرون انه باكاري قاساما غير كل مجريات المباراة من صالح الجزائر الى صالح الكاميرون كان على المنتخب الكاميروني في ذلك المباراة كان قادر يخسر بنتيجة كبيرة جدا اربعة اهداف او ثلاث اهداف او حتى خمسة ولكن باكاري قاساما حرمنا من عديد من ضربات الجزاء وهدف صحيح الاسلام السليماني بيداعي ان الكرة لمست يده وايضا حسب ضدنا هدف اللي هو غير الشرعي تماما الناس اللي يعرفوا الفوتبول باين وواضح انه هدف فيه فوت وفيه خطأ دفعة واضحة جدا وصلنا الى نهاية الفيديو وشكرا لكم بزافة لحسن المتابعة والاسغاء وما تنساوش تعطونا ارائكم اقتراحاتكم انتقاداتكم مرحبا بكم دارداركم نحترم كل الاراء السلام عليكم والتحية الجزائر اشتركوا في القناة